موسيقى موسيقى سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع الموقع بوست والذي تابع لجوء امرأة في عدن إلى قطع خط السير وعنون الموقع ولدة أحد المعتقلين بعدن تقطع الطريق الرئيسي بالمنصورة احتجاجا على استمرار اعتقاله وقال الموقع بوست في ظاهرة هي الأولى من نوعها أقدمت والدة أحد المعتقلين في البريقة بمدينة عدن على قطع الشارع الرئيسي في المنصورة وذلك احتجاجا على مرور أكثر من ثلاثين يوما على اعتقال ابنها محمد رشاد البعداني وبحسب مراسل الموقع بوست فقد أقدمت والدة المعتقل محمد رشاد البعداني على قطع الشارع الرئيسي في المنصورة مساء الثلاثاء برفقة العشرات من المواطنين المتضامنين مع قضية ولدها وتقول والدة البعداني أنه تم اقتحام منزلهم قبل أكثر من ثلاثين يوما في ساعة متأخرة من الليل من قبل عناصر قوات الحزام الأمني والذين لم يراعوا حرمة المنزل ولا حرمة ساكليه من الأطفال والنساء وأوضحت والدة المعتقل البعداني أنها تريد فقط معرفة مصير ولدها كون هذا من أبسط الحقوق القانونية موقع عدن تايم عنوان في صفحته الرئيسية حول تنشيط العمل في العاصمة المؤقتة عدن وقال استدعاء كافة ضباط الداخلية لممارسة بهامهم من عدن وقالت التفاصيل إن الداخلية أقرت في اجتماع موسع برئاسة وزير الداخلية وحضور عدد من الوزراء استدعاء كافة الضباط التابعين للوزارة لممارسة مهامهم وإدارة أمن محافظة عدن ووفقاً للموقع فقد شدد وزير الداخلية على ضرورة أن يتم توحيد مهام الأجهزة الأمنية وأن تكون خاضعة للوزارة وإدارة أمن عدن ومن العنوين في موضوع متصل أكثر من خمسين من عناصر القاعدة سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية في حضرموت وبالعودة إلى عدن عنوان الموقع مدير الأمن شائع يتوعد المخلوع صالح والهجمات الإرهابية بقوله سنتقاتل في كل مكان في اليمن سلام يتبعد تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحفة الخليج وقال الكاتب سأقول أنني كنت مع آخرين غير متفائلاً لأن المكان وحده لا يكفي لبعث الأمل إذا لم يتضافر مع الزمان ومع الناس فخبرة الحثيين ترى في جبروت السلاح قوة التاريخ من غير أن تدرك الخيط الفاصل بين أهميته في التوسيع الأمبراطوري مدعوماً بالعقل والعلم وتأثيره الهدام في النطاق الوطني والقومي لكإنما مبعث الأمين العام للأمم المتحدة لم يلحظ هذا الهوس بالسلاح والدم لدى الحثيين وحليفهم حتى يتطاول به الأمل ويقدم وعداً بسلام مرتقب في البيان الصحفي الذي قرأه السبت الماضي أو لعله لا يريد الاعتراف بالفشل رغم أن أحداً لا ينتظر منه أن يفتح أبواب الرجى بالإكراه وإنما هو مطالب بالدبلوماسية وبالذكاء أن يعمل ما يقدر عليه فإذا لم يستطع كان لزاماً عليه أن يبسط الحقائق والوقائع كما حصلت وذلك ما لم يفعل ولد الشيخ حلق في الفراغ وأصدق ما تضمنه بيانه إنه نجح في جمع الأطراف رغم أنهم تفرقوا قبل منتصف الطريق بعد ذلك فقد طالبهم بإجراءة كان عرضها في ختام جولات سابقة من المناقشات لقد جاء بيانه سلة من المتنقضات فهو يتحدث عن أرضية صلبة دون أن يحدد قواعدها أو نوع تربتها بينما تبدو الهشاشة ويتأكد الإضطراب في باقي التقرير حتى أنه لا ينحي باللائمة على المعيقين وإنما يرميها في وجه الأطراف كلها بعد أن عرف العالم أن الوفد الحكمي وقع على مشروع التسوية المخترح منه ورفضه الآخرون واضح أن ممثل الأمين العام أرد أن يرخي الحبلة مع الحثيين وحليفهم كي لا يتخلف عن مفاوضات قال أنها سوف تستأنف بعد شهر وهو موعد وهو موعد معلق لا وجود لمعطيات تشجع عليه وتؤكده وإلى عدن حيث عنوان موقع المصدر أونلاين مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم مسلح على دار المسنين في مدينة عدن يقول الموقع في التفاصيل عن مصدر أمني بشرطة عدن أفاد أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين مجهولين استهدف حراسة دار المسنين في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن وقال المصدر للمصدر أونلاين أن المهاجمين أطلقوا النار على أفراد الحسار الحراسة ثم لاذوا بالفرار وعلى إتر ذلك سقط جندي قتيل وأصيب اثنان آخران لأحدهما في حالة خطيرة ومن المرجح أن المهاجمين يتبعون أحد التنظيمات المتطرفة في المدينة ولهم علاقة بالهجوم السابق الذي استهدف الدار وأسفر عن قتل وجرح من بينهم ممرضات من جنسية غير يمنية موقع يمن مونيتر عنوان يونسيف مقتلوا 1121 طفلا منذ بدء الصراع في اليمن منظمة حماية الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونسيف قالت إن 1121 من الأطفال اليمنيين قتلوا منذ بداية الصراع في اليمن في مارس وأوضحت المنظمة في بيان لممثلها في اليمن جوليان هارنس اطلع عليه يمن مونيتر إنه منذ بدء الصراع في اليمن تمكنت المنظمة من التحقق من مقتل 1121 طفلا مع جرح 1650 آخرين وحسن بيان أطراف الصراع في اليمن على إبقاء الأطفال بعيدين عن أي أذى كما حسن بيان أطراف النزاع في اليمن على احترام القانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر جراء الصراع في البلاد الخروج من لعبة الضياع تحت هذا العنوان كتب هاشم عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب قد يكون مناسبا الآن الإشارة إلى بعض الأمور المرتبطة بالمشاورات التي انتهت في الكويت إذ اللافت أنه كان هناك تعاملات مختلفة اتسم عمل الوفد الحكومي بالمثابرة والصبر والجدية وتحمل المسئولية في شأن وضع نهاية موفقة لنزيف الدم والمعاناة الأليمة التي يعانيها اليمنيون جراء الحرب التي فتحها الانقلاب لا على الشرعية الدستورية والعملية السياسية في المرحلة الانتقالية بقواعدها وأبرزها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت مفتوحة على إعادة بناء اليمن الجديد وحسب بل على حياة اليمنيين في بلدهم وبيوتهم وعلى مصير اليمن في كيانه ومكوناته في المقابل أدار الانقلابيون مشاوراتهم من زاوية سيطرتهم على مؤسسات الدولة واحتلالهم مناطق وجعلوا من هذا الأمر قضيتهم الأولى والأخيرة بما ترتب على ذلك من اندفاع لأطراف إقليمية ودولية تأتي إيران في الأولوية بين هذا وذاك كان دور الأمم المتحدة بما يقوم به ممثل أمينها العام يتسم بالرمادية الأمر لم ينجم عن الحياد لأن الأمور المطروحة للمشاورات واضحة هي في الإجمال إنهاء الانقلاب ومترتباته وإعادة الوضع إلى مجرى العملية السياسية بفترتها الانتقالية عنوان موقع الصهري جينيوز في صفحته الرئيسية العثور على متفجرات ومعدات عسكرية ومدنية مخزنة في لحج وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج من الكشف عن قطع من آليات عسكرية بينها أجزاء من دبابات وطائرات وأسلاك كهربائية بمختلف أنواعها ومعدات مصانع وكابلات اتصالات وأدوات تابعة لمؤسسة المياه مخبأة في أحد المواقع بمنطقة الرباط الغربي بالإضافة إلى متفجرات وأوضح وكيل محافظة لحج والضاح الحالمي أن المكان الذي تم الكشف عنه يحتوي على كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية وأسلاك الاتصالات وكميات مهولة من قطع غيار للمعدات والمعادن الخاصة بالمؤسسة الخدمية والعسكرية وكذا المؤسسات والمصانع كمصنع الغزل والنسيج ومؤسستي الكهرباء والمياه والاتصالات والجيش وأشار الحالمي إلى أن عملية الكشف عن المكان جاءت بعد أن تم احتجاز حاويتين محملتين بمثل هذه المواد في ميناء عدن كانت في طريقها إلى الخارج وبعد تتبع للمعلومات تم الكشف عن هذا المكان في منطقة الرباط وإلى موقع التغيير نت والذي تابع العديد من الموضوعات وجاء في عنوينه حالة طوارئ غير معلنة بالعاصمة صنعاء واستنفار كبير للحثي وصالح في أحيائها وقالت مصادر خاصة إن ميليشيا الحثي وصالح في العاصمة صنعاء تعيش حالة طوارئ غير معلنة واستنفار كبير لمسلحيها في أحياء وشوارع العاصمة وضفت المصادر أن ميليشيا الحثي كثفت من دورياتها المسلحة في مختلف شوارع العاصمة بالتزامن مع استحداث نقاط تفتيش جديدة كما قامت بنشر العشرات من المسلحيها في الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء وتحديداً في حي المطار وجدر كما عنوى التغيير نت شركة النفط اليمنية تصدر توضيحاً هاماً بشأن توزيع مادة البنزين للمحطات قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربي الصادر اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين ونصحبكم في جولة بين أهم قالته الصحف العربية الصادر اليوم والبداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي وصفت تعيين ميليشيا الحوثي بعدد من عناصرها في مناصب العليا بوزارة الداخلية بأنه إطاحة بقوات الأمن اليمنية وعنوانة الصحيفة جماعة الحوثي توضيح بـ 42 مسؤولاً أمنياً وتحدد السبت موعداً لاستئناف جلسات البرلمان وقالت الصحيفة أن رئيس اللجنة التورية العليا التابعة لجماعة الحوثي أو التابع لجماعة الحوثي أصدر قراراً بقالة 42 مسؤولاً من قيادات وزارة الداخلية واستبدالهم بعناصر من جماعته تتابع الصحيفة شملت التغييرات مختلف المناصب المهمة والحساسة في الوزارة ابتداء من مكلاء وزارة ومساعد وزراء وصولاً إلى مناصب نواب ومداء عموم في ديوان الوزارات وفي الإدارات بمختلف المحافظات وفي موضوع متصل قالت الصحيفة الكويتية إن هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت في اجتماع برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي استئناف عقد جلسات المجلس النيابي السبت المقبل البيان الإماراتية قالت في أحد عنوينها الميليشيات تجند مائة واربعة وسبعين طفلاً في دمار نقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية يمنية وفقاً لمصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية جندت مائة واربعة وسبعين طفلاً لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر بينهم 12 طفلاً تم تجنيدهم بشكل إجباري وأضافت المصادر أن الأطفال الذين تم تجنيدهم إجبارياً ينتمون إلى أسرة بيت راجح بمنطقة الشرق بالمديرية وذكرت المصادر أيضاً أنه تم إرسال جميع الأطفال المجندين أواخر الأسبوع الماضي إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء والتي تشهد معارك طاحنة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صحيفة الشرق الأوسط تعنونت في إحدى صفحاتها الحوثيون يسابقون الوقت لشرعانة العملية الإنقلابية وقالت الصحيفة يسابق الحوثيون وحليفهم الاستراتيجي الرئيس المخلوع صالح الوقت لشرعانة العملية الإنقلابية في اليمن على الحكومة المنتخبة وذلك بعد فشل مفاوضات الكويت فبعد إعلان الإنقلابيين تأسيس مجلس سياسي لإدارة البلاد سارع المخلوع بدعوة مجلس النواب للإنعقاد مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل المجلس السياسي الأعلى دون النظر في عدد الحاضرين للتصويت يتخذ الإنقلابيون أمس قراراً آخر بتعيين عدد من المحافظين في بعض المدن ومنها العاصمة اليمنية صنعاء وتحديد عدد من القيادات الحوثية في مناصب رفيع وطبقاً لتقرير الصحيفة سارعت ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع بإطلاف استجلات والمعلومات الخاصة لعدد من الأجهزة الحكومية التي تتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقراً لها إضافة إلى إدراج أعداد كبيرة من أتباعها في قطاع الشرطة بجميع أقسامه العرب وحرب المائة سنة تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف وسيني الأعراج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال وسيني لو قيل لي قبل سنوات قليلة إن المأساة السورية ستبلغ ما بلغته اليوم من أقاصي درجات العنف وسيحصل فيها ما نراه ويهزنا في كل ساعة لضحكت من خبل التصور وصاحب هذا الرأي وأظهرت له بالبرهان المشهود ضلالته وخطأه فسوريا ليست بلداً عادياً ولم تتكون البارحة كثمرة لتمزقات معاصرة فهي تحمل إرثاً حضارياً وإنسانياً ثقيلاً فقد أسهمت في تشكيل الحضارة الإسلامية وقادتها نحو مكاسب جمّة كان أولها تكوين الدولة الأموية كمؤسسات وصك العملة وفتح المناخ الثقافي على المختلفين في الرأي نحتاج حقيقة إلى أن نعيد النظر بتعقل في كل اليقينيات التي بنينا عليها ثقافتنا وتصوراتنا وندخل عقلية المحتمل لانتصاص الصدمات الأكبر التي تنتظرنا مع البشر لا شيء مستحيل يمكنه أن يبلغ بسرعة أقاص الأشياء في الجانبة والإبداع على حد سواء من السهل القول إن الأنظمة وحدها هي من خلق هذا المناخ فهذه النظرة جد اختزالية وإن تحملت القصة الأكبر في تخلف بلدانها بتحولها إلى دكتاتوريات لا تنهب فقط أموال شعوبها ولكنها جعلت من الرداءة قانونا وأصبح العقل ألد أعدائها واستعارت كل وسائل الفتك وأبدعت من عندها أيضا لكن المسألة أكبر من ذلك كله صحيفة الخليج عنونت حيث قال أحمد دحى مدير عام مؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة أبيان إلى مجهولين أتلفوا خطا ناقلا للكهرباء بين مدينتي زنجبار وعدن عقب بدء عملية إصلاح له منذ أيام وأضف دحى أن فريقا هندسيا من مؤسسة كهرباء أبيان قام بإجراء إصلاحات للخط الرابط بين عدن وزنجبار خلال الثلاثة الأيام الماضية إلى أنهم فوجئوا بقيام مجهولين بإطلاف الخط الكهربائي وتخريب ما تم إصلاحه وكان مدير عام مؤسسة كهرباء أبيان اتهم في تصريحات سابقة أياد خفية لم يسميها بالعمل على تخريب الخط الناقل للكهرباء بين عدن وأبيان بصورة متكررة خاصة في النطاق الجغرافي لمحافظة عدن قرب محطة الحسوى وفي صحيفة العرب الجديد عنوانت الشأن اليمني بعد قرار وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء مئة اليمنيين عالقون بعد إغلاق مطار صنعاء حيث قال مازن غانم مدير النقل الجوي اليمني في تصريح خاص للعرب الجديد إن مئات من اليمنيين عالقون في مطارات العالم نتيجة تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء لمدة 72 ساعة من قبل التحالف العربي وأكد غانم أن مئات اليمنيين محتجزون في مطارات القاهرة وعمان واستنبول والرياض ولم يتمكنوا من العودة إلى اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء وقال غانم العالقون في محطات ترانزيت بالمطار كانت رحلاتهم متوجهة إلى مطار صنعاء وسينتظرون مدة 72 ساعة في وضع مأساوي إذ لا يسمح لهم بالدخول غير قادرين على العودة إلى بلدهم وبالطبع لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف البقاء في مطار ترانزيت لمدة ثلاثة أيام وأضاف غانم نناشد كل الدول التي يوجد بها عالقنا يمنيون السماح بدخول العالقين خلال فترة إغلاق مطار صنعاء كما نناشد المنظمات الدولية بالتوجه إلى العالقين ومساعدتهم فبينهم عشرات من النساء والأطفال وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنولت في إحدى صفحاتها الكويت تخطط للاقتراض من الأسواق العالمية نتيجة تراجع أسعار نفط وقالت الحياة إن الكويت أعلنت تسجيل عجز في موازنتها للسنة المالية 2015-2016 للمرة الأولى منذ سبعة عشر عاما في ظل تراجع أسعار النفط عالميا وفقا لتصريحة وزير المالية وفقا لتصريحته تضيف الصحيفة وأدى التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014 إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإرادات العامة وكان وزير المالية أنص الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة بلايين دولار من الأسواق الخارجية عبر سندات خزينة وصقوك إسلامية لاجئون في الأولمبياد تحت هذا العنوان كتب المحلل السياسي الأمريكي روجر كوهين مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز وقال روجر لقد دهش العالم وهو يشاهد فريق النازحين في ألعابريو قصوصا عند تكريمهم وتعالي أصوات التصفيق الحاد ترحبا بهم في الحفل الافتتاحي للدورة وبما أن لامين العام للأمم المتحدة ليس من طراز الرجال الذين يفرطون في التعبير عن العواطف والمشاعر فلقد اكتفى برسم سلسلة متقطعة من الابتسامات المتكلفة على وجهه وأما الرئيس أوباما فلقد حرص على عدم تفويت هذه الفرصة النادرة وسرع إلى إطلاق سلسلة من التغريدات التويترية لتشجيع هذا الفريق الذي يتألف من عشرة رياضيين قد في إحدها هذا دليل على أن في وسعك أن تحقق النجاح بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه وكانت ردة فعل سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مختلفة عندما عرضت شريط فيديو على حسابها في موقع فيسبوك تحدثت من خلاله عن النازحين والمهجرين من بيوتهم والذين فاق عددهم 65 مليونا وقالت إنه أضخم عدد شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية وأضافت إن طموحاتهم أكبر لأنهم جاءوا ليثبتوا قدرتهم على التفوق إنهم بحق أناس شجعان وهم الذين لم يختاروا الفرار من بلدانهم هربا من البلاء وبحثا عن حياة أفضل بل بحثا عن الحياة ذاتها وبشكل عام أنت لا تختار من ذاتك أن تكون لاجئا لمجرد أن تجد أمامك هذا الخيار بل لأنك لا تجد أمامك خيارات أخرى العالم ضج بالفعل بفريق النازحين ولكنه لا يفعل شيئا إذا النازحين والمهاجرين فهم يموتون في عرض البحر وعلى ظهور الشاحنات ويواجهون خطر الموت الآت إليهم من كل حدب وصعوب وأقيمت في وجوههم المتارس وثياجات الأسلاك الشائكة والحوائط الإسمنتية وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه وتابعوا معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور موسيقى 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 اشتركوا في القناة